تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وقد تم خلال 24 ساعة ضبط 309 قضايا تموينية بمضبطات أكتر من 391 طن مواد غدائية وأما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فقد تم ضبط أكتر من 109 طن سلع غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 253 طن أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكتر من 12 طن سلع غدائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي وحجب مواد البناء فقد تم ضبط 18 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 385 قضية من بينها 139 قضية خبز ناقص الوزن و107 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة